هو آدم هو أول البشر وليس أول المخلوقات هو أول الأنبياء من البشر ما نقولش آدم أنه هو أول المخلوق على وجه الأرض الأرض كانت فيها مخلوقات قبل مننا وليك سيد ربي مني ذكر آدم أكد في القرآن على كانت مخلوقات قبل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة إذن كانت مخلوقات قبل ولذلك كانت مخلوقات سيد ربي من الملك سبحانه وتعالى الخالق أرسل جبريل عليه السلام اللي بغير يخلق آدم صيف طول الأرض فأخذ من كل طربتها من أبيضها وأحمرها وأصفرها وأزر كل طربة الأرض خاد منها وطلعت طربة هي اللي سيد ربي خلق آدم بيده وضاف عليها الماء لأنه خلق بالماء والطين والروح ولقد خلقنا الإنسان من صلصالي من حمائي مسنون يعني الصلصال على شقه وأذكر آخر حاجة الصلصال هو الطين من اللي كيكرم من اللي كتضربه كتسمع لي صلصالة طن كي طنطن من حمائي مسنون المسنون يعني فيه رائحة كريهة ولكن ما قالش في أحد في اللول طين في الترتيب دياله كيكون غيس ترام وكيعطي ذيك الريحة وعاد كيكرم وما اللي كيكرم كيولي كيطنطن سيد ربي بيداب الأب الأخر إكرام اللي بني آدم من صلصال من حمائي مسنون والجان خلقناه من قبله من نار الساموم وفي إبليس خلقه من ذاك اللهب الزرق علش ده بعد لعب لك تشوف البوطة كتلقان له ذاك العافية اللولة الزرق وعاد الحمر هذاك الزرق هولي تخلق منه إبليس علش الميصريين كيقولك ولا الجن الأزرق كيقصدوني أنه هو الأصل وهذاك اللهب الزرق ولكي يلسع بزاف أما الحمر خفيف بالنسبة للقوة النار حرارة هذاك الأزرق أكتر من الحمر ومن ثم هو خلق علش هو تكبر قال خلقتني من نار وخلقته من طين الله تعالى من اللي أبغي يخلق آدم وهو قال إني خالق بشرا علش قال كلمة بشرا جاي من البشرة لأن المخلوقات اللي كانت قبل ما كانت فيها البشرة والله تعالى خلق آدم من التربة ديال كانت مخلوقات خرفها الترب يعني مواد خرفها قديمة من جينات قديمة وكانت مخلوقات كانت اختلف من اللي سيدر بيبغي يهدد بني آدم إلي ما بغوش إلي عصاو وما بغوش يتوبوا له ويتبعو ذك شي لأمر به أشقال بني آدم يا أيها الناس إي يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من نفس التربة يعني يخلق من التربة ديالي بن آدم مخلوقات خرى كتختلف في الخلقة على هد آدم اللي هو بشر زوين قالوا واه قد يقدر يخرج مننا احنا من تربة ديالنا مخلوقات متوحشة أشوف الجواب في القرآن كما أنشاءكم من ذريتي قوم آخرين أنتو مار أخرجكم من مخلوقات خرى من هذه التربة يا أيها الناس كانت كان البن وكان الحن وكان هذه مخلوقات كانت قبل وذكرها ابن عباس وذكرها حبر الأمة يعني كانت مخلوقات قبل الديناصورات رأت هي مخلوقات ولكن واش عندنا يقين أنه كانت عاقلة ولا مش عاقلة احنا ما كان قدرش نجزمه كانت مخلوقات بعد الديناصورات وآخر مخلوق قبل الإنس هو الجن هو عاش في الأرض ألف سنين لكن لما فسق أدبهم الله بالملائكة كما قلنا وأرسل الجن إلى أعالي البحار وإبليس بوحده واللي اسمه عزازيل طلع تاب الله تعالى هو أصله من الجن كما قلنا فآدم عليه السلام اللي خلقه الله في الجنة في النعيم طول دياله كما قلنا ستون ديرا يعني سبعة وربعين متر والعرض عشرة متر كيتمش في الجنة والله تعالى لأنه ما شنو قال له ما خرجش إبليس من الجنة لأنه من اللي يوسه أش قال الله تعالى إبليس قال خرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يعني من اللي عصا ما بغاش يسجد لآدم هذا السجود لآدم هو طاعة لله لكن ما شه خرج منه خرج من الجنة كما قلنا أخرج ودخل الله خرج من المنزيلة يعني الديقرادة كان في رتبة عالية ونزل طاح ولكن بقى في الجنة بالمكان والإنسان دائما منك تطيحه في نفس المكان اللي هو فيه يعني تنكيله تنكيلا كيكون هذا أكبر ذل المذل لا ما زال لا خرجتيه من ذاك المكان دار شي حاجة في الإدارة وخرجتي كي يغبر يتدرج أما لا خليتيك أتعاقبه بشي منزيل شيره تبع نازلة كيكون هذا كعقابله دائم فإبليس إذا ربيخ لا تمه قال يخرج منه يخرج من المنزلة بقى كيوسوس لآدم باش يأكل من الشجرة وآدم اللي خلقه الله فطرى فيه نقطتين من الضعف حب الخلد والملك في فطرة هذا المخلوق أنه يبغي يعيش بزاف ويملك بزاف إبليس بقى كي يدرس نقطة الضعف دي لهذا المخلوق هو اللي الجديد هو آدم لأنه عرفوا من اللي شافوا عرف هذا المخلوق قرى غادي يكون في الكرة أرضي يعني شاف اللي دين وشاف الأمور وعرف هاد الشيء غا تكون في الأرض قال هذا ها فين غادي يكون وليدك حتى هاد السرة اللي كنشوفه احنا اللي كنا في الإنسان أم اللي جاوا الملائكة والقوا آدم قبل ما يتخلق قالوا هاد المخلوق ما عرفتشنو وجاء إبليس هذه السابقة في الجنة اسمه عزازيل قالوا هاد عرفتش فين غادي يكون هاد غادي شد لي المكان ديالي في العرض اللي كنت فيها غادي يورتني فانتم مبدأ الحسد ثم جل واحد المكان مهم جل البطن وكان بقي آدم عجينة ويحط صبعه قال لا إن صلت على هذا لأهلكنه وهذا البطن هو مكان شر لأن البطن هو السبب دي لكل شيء المشاكل حيث الإنسان إذا شابع كفر وإذا شابع فجر وإذا جاع كفر لبعض الناس فمن تمق على هاد المكان ديالشبعة هو المهم عندي اللي غادي ندخل لي هنا الإنسان على البطن على لقمة العيش كي ينصب يكذب يصرق ينافق يزور كل شيء على والسبب دياله هو البطن كل شيء على كرش وكيدير بينما الله تعالى طالع قل داره الفوق مش يفكر فيه أعلى الأماكن والكرش دارها الوسط الإنسان علاش دار الكرش وسط لأنه باش تكون الأمور وسطية في الدنيا لا إفراط ولا تفريد من اللي آدم عرفه إيبليس إيبليس كان في الجنة والله تعالى نزل ديقرادة إيبليس نزل زا ازداد حسده عليه من اللي درس النقاط ديال الضعف عرف على أن آدم عنده جوجل حويجل لي فيه ضعف خطأ عنده حب الخلد والملك أنه يتملة ويجي عنده قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلدي وملكين لا يبلع فأكل منها ونفس الشجرة أشكان آدم مع حواء لابسين اللباس ديال الجنة هذك اللباس ديال الجنة هم الأوراق كانوا لابسين لباس الجنة الكامل من اللي كانوا من الشجرة طاروا لباس الجنة لأن لباس الجنة لا محيطة محيطة وليست محيطة هي محيطة بالجسم ولكن ما مخيطاش لأن الجنة أصلا بين قوسين تنجيوليها الجنة بالفكر والدنيا بالصبر غيرك تفكر في شيء حاجة ما تشوف عندك ما محتاج الجنة حاجة أخرى فكان آدم لابس لي باس الجنة وما اللي جاء إبليس وسوس ليه كان من الشجرة هو يطير الحواج بقى عريان وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما على منهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عذو مبين أش قال آدم أشنو المبرر اللي خلى آدم عليه السلام إنجح كانوا أحد المبرر مهم بزاف أشنو هو المبرر اللي خلى آدم عليه السلام إنجح هو أنه قال يا رب ما كنت أحسب أن مخلوق يحلف بك كاذبا ما أمريكا عرف أنك إنشي مخلوق كيحلف بك وهو كذب مستحيل ما كنت أقصي أحلف أحسب أن هناك لأن إبليس حلف قال لي آدم أشنو كيتبت لي أنها تشجرة والله رب تبارك وتله قال لي ما ناكلش منها أشنو اللي كيتبت لي أنها تكلام ديالك صحيح أنها تشجرة قال لي إن قسمته قاسمهما إني لكم ألا من الناصحين من لي حلف بإسم الله إسم الله عظيم وهذا بين قوسين حتى آدم حتى عمر روح طبا مره شاف واحد صارق كي يسرق هذاك الصارق من لي صارق من لي شده عمر من لي شاف عمر قال لي والله ما صارق أش قال له عمر قال له كذبت عينايا وصدق الله العظيم وخل الله يمشي كذب عيني لعلاش لأن هؤلاء قدروا اللحق قدره والبعض منا ما قدر اللحق قدره والأرضو جميع القبضة في يوم القيامة كل ما يستعظم جلال الخالق من لي كان تحلف كي يخاف ويقول الحالي بالله شي عاجة كبيرة من الناس ما كيوصلوش لي لدرجة أن الإنسان يقدره يخرج من الإسلام يلحلف اليمين الغاموس ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون من لي كي يحلف على الكاذب هو كي يعلم أنه كذا وخاصة من لي كي يحلف باش يفرق بين ناس ويحلف باش يأكل ديال الناس ويحلف باش يزور وباش ينصب هذا كيخرج من الدائرة الإسلامية لأنه وقع في مصيبة كبيرة وهذا كتسم اليمين الغاموس التي تغمس صاحبها في النار إلا إذا تاب تاب الله عليه إذن آدم عليه السلام من لي إبليس ديقرادة ونزل سيدي ربي قال له غادي تخرج أشقال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو هنا مبقاش خروج قال اهبطوا في الوجه قال لإبليس قال خروج منها قال قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو إذن هذه عداوة دفينة موجودة بين بني البشار فيما بينه وبين إبليس فهذا النزول هذا اللي ينزلوا آدم عليه السلام منزل في جبال الهيمالايا في الهند وخاصة هذا بطل إيفيرس وحوى نزلت بجدة من أرض الحارة منزلت بجدة فين كين جدة اليوم في الشرق في السعودية لآن وإبليس نزل في مترة البرمودا إذن هذا هو النزول اللي كان هذا نزل في البحر وآدم نزل علش آدم نزل فوق الجبل لأن جميع الأنبياء كيكونوا فوق الجبال قال الأنبياء صيفتهم ربي من الجبال حيث هو نبي فأرسل الله موسى من طور سينا واستعلن عيسى من جبال المقدس وأرسل محمدا من جبال فارعن جبال فارعن هي جبال مكة آدم ما لنزل في مكة في الهند ما بقاش كيسمع الدكر دي الملائكة قل يا ربي بغيت نسمع الدكر اللي كنا مول فين كنسمعوه في الجنة لأن الجنة النباتة كتذكر كل شي اللي موجود في الجنة يذكر الله لكن بأنغام غريبة كتر هذا الأغاني اللي إحنا كنشوفوه وهذا شي اللي كنشوفوه نعم ما شي هو بحل الأغاني دي الجنة لأن الجنة فيها حاجة كبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قليل البشر فملي فأدم كيسمع ذكر الله والأنغام وذلك شيف ش ولي نزل نزل المكان متوحش أرض خالية قال لي اجعل لي مكانا أذكرك فيه قال لي فهد المكان لا ولكن إن لي مكانا أحب أن أعبد فيه فين قال لي جبال فاران جبال مكة وبينه وبين جبال فاران عشر ألاف كيلومتر وآدم طول ديالو سبعة وعربعين متر إلا كان غادي غير بشوية كيمشي 120 كيلومتر في الساعة وليك يجري تلتمية أنت كتكلم على عمارة تمنيد الأدوار تمنيد اليطاج فآدم باش غادي عرف جبال فاران قال لي انظر إلى السماء فنظر إلى ياقوتة مجوفة حمراء هي الكعبة قال لي شوف هذا النيز اللي ينازل وتم جاي معاه هذيك كتنزل هو كينزل احتوصل لمكان مكة اليوم هذيك هي الكعبة مني كان سمعه الكعبة الكعبة رمشي هو البيت الكعبة لإسم الأصل دياله هو الهذيك ليقوت المكعبة التي بها اهتدى آدم من الهند إلى المكان إلى مكة كان آدم مني جاء آدم طاف بها ضار بها سبعة المرات أمر الله أن يطوف بها سبعة المرات هي بقى تفوق معلقة في الجو وهي مضيئة وثم بحث ثم تذكر زوجتها ولين انزلت فيه فلقيها عند جبل الرحمة هو انزلت فيه في جدة وقد كتقلم القاها عند جبل الرحمة عرفها وعرفاته فمن تبع اسم جبل عرفات حي تعرفوا بعضياتهم تم هذا هو جبل عرفات باب التعريف فلقيها ثم أخذها ورجعوا إلى الهند لأن المكان ديالهم وباقي لابسين هذوك الحويج هذوك الأوراق ديال الجنة من اللي يرجعوا للمكان ديالهم في الهند بدت كتكرم هذيك الأوراق اللي ساترهم كتكرم في ما طاحت شي ورقة كينبت العود القمار عش كنقوله العود كيجي من الهند العود لقمار عش كيجي من الهند وكامبوديا قاع الأماكن اللي يتحرك فيها آدم وكيكرمو ذوك شجيرات وكيطيحه كينوض إذا ما بقعت العود والطيب كيجي يغنم ذاك المكان لأن فيه كان آدم عليه السلام أكثر ما كان فيه الأنواع البخور والطيب والأشياء الزكية كينف نوحي الهند لأن فيها نزل آدم لأنه نزل ومعه أوراق الجنة هذه هي الأوراق اللي أسمه إذن آدم عليه السلام أول 12 ولد ومنهم هابل هابل هذا كان نبي هاد هابل كان عنده الله تعطاه الخروف الضرع وقابل عنده الزرع كانوا ملكة كيجي العام كيعطيه الزكاة هاد الزكاة اللي كيعطيه كتنزل وحد النار كتاكلها لنا ما كيش لما يعطيه الزكاة هادك العام قابل ده وحد الزرع خيب ما في ميتش أنا دي وهابل قدمه كبش أمر وحد الكبش وحد ملكة نزل ديك النار مش هدك الكبش خادته وما مشاش زرع قالوا علش الله قبل منك وما قبلش مني قالوا لي أنك لم تتصدق بشيء مقبول هذا رديء لا تأكلوا حتى الماشية قالوا لي إذن أنت سيرت خير مني لا أقتلنك ما شي كما يقولون الناس رأينا وتقاتلوا على النساء معنا دا علاقة هذا كذوب هاد الشي هو اللي كانوا الصحابة رضي الله وصحاب الرسول كي يصحبوها بالصحة هم مشو فيها من اللي سوولوا ليهود قالوا لي منتما السبب ديال الهالك ديالكم هو الدنيا والنساء الفساد قالوا لا نحن لسنا أول من وقع في النساء والدنيا فإن أبناء آدم تقاتل على النساء فكون ليهود أهل علم تقوا بهم أصحاب النبي في المدينة إذن قالوا أولاد آدم قتل قتل خور للنساء واللوحة الباطل منتشر في المدينة وينزل الله هذه الآية كتفرق واتلوا عليه منبأ أبني آدم بالحق أليش قال الحق لأن هناك باطل كان منتشر كان المفروض كلما كانش ما يقوش بالحق يقول تلوا عليه منبأ أبني آدم إذ قرب قال واتلوا عليه منبأ أبني آدم بالحق حتى يزحسها الباطل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وفي الحديث كان قابل أول ما قتل آخر كان سببه الحسد فكما قال الشاعر لله ذر الحسد ما أردله عتى على صاحبه فقتله فكان السبب هو الحسد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر